أهلا بكم موجه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لتطوير برنامج تمويلي جديد ومتكامل يقدم التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب وفق معايير واضحة وشفافة بهدف تمكين الشباب من إقامة المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل لهم وجاء ذلك خلال لقاء جلالته وسمو الأمير الحسين ولي العهد مع مجموعة من الشباب من أصحاب المشاريع والأفكار الريادية حيث أكد الملك على ضرورة أن يسفيد الشباب في جميع المحافظات المملكة من البرنامج الجديد وأن يتضمن إرشادهم والتشبيك مع الخبراء الفنيين والمنظومة الاقتصادية وتناول اللقاء أفكار ومقترحات الشباب والتي من شأنها توسيع وتطوير مشاريعهم وأبرز المعيقات التي تواجههم في تأسيس مشاريعهم والمرتبطة معظمها بشروط التمويل المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والضمانات ونقص الدعم الفني والتدريب أكدت الحكومة التزامها ببناء علاقة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية بمراقبة أدائها وقياس إنجازها وذلك من منطلق التزامها بمبدأ المكاشفة والإفصاح وتقييم الأداء وقالت الحكومة أنها عملت على توفير نحو 14300 فرصة عمل خلال العام الحالي وأنها استمرت في التوسع في تنفيذ مبادرة الفروع الانتاجية في المناطق النائية والفقيرة الوثيقة التي نشرتها رئاسة الوزراء اليوم أكدت أن الحكومة تستهدف إنشاء ثمانية فروع انتاجية جديدة حتى نهاية العام بحيث يصبح إجمال عدد الفروع الانتاجية للعام الحالي 12 فرعا انتاجيا وعضحت الوثيقة أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد تحقيق نتائج جيدة وملموسة مثل تراجع العز في الموازنة خلال العام الماضي ومؤشرات المتانة المالية وسلامة ومنعت الجهاز المصرف الأردني وتحقيقه أداء مميزا قياسا بدول المنطقة ومن بين المؤشرات أيضا احتفاظ البنوك المرخصة بحوالي 34 مليار دينار من الودائع منها 76% بالدينار الأردني وبلوغ حجم التسهيلات الإتمانية الممنوحة 26 مليار ونصف المليار دينار كما أظهرت الوثيقة ارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 13.6% إضافة إلى ارتفاع الدخل السياحي أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي النائب الدكتور خير أبو صعيليك أن مجلس النواب وضع نصا في قانون ضريبة الدخل يطلب من الحكومة بمجبه إصدار نظام للحوافز لخدمة القطاع الصناعي وانتقد أبو صعيليك خلال الاجتماع اللجنة الذي خصص لمناقشة موضوع الحوافز للقطاع الصناعي ونظام الفوترة تأخر الحكومة بإصدار نظام للحوافز بالرغم من تعهدها بإصدار النظام قبل نهاية عام 2018 وذلك خلال مناقشة القانون وأشار أبو صعيليك إلى أن ارتفاع كلف الطاقة والتشغيل والبيروقراطية باتخاذ القرارات حدث من تجيع الاستثمار في النشاط الصناعي بالمملكة من جهته قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري إن نظام الحوافز بيد غرفة صناعة عمان وقد وصلت للوزارة نسخة من التعديلات والملاحظات المقترحة حولها طالب أكثر من 300 تاجر على طريق استراد الزرقاء بإيجاد حلول تحمي منشآتهم التجارية من الضرر جراء الإغلاقات على طريق تمهيدا للبدء بأعمال مشروع الباص السريع لنتابع مخاوف كبيرة أبداها أصحاب المحال التجارية على طريق الاستراد في الزرقاء الذي سيتم إغلاقه خلال العمل بمشروع تردد الباص السريع الأسبوع المقبل بحزمته الرابعة وبحسب التجار فإن هذا المشروع سيلحق أضرارا كبيرة لأكثر من 300 منشآت تجارية المشروع الباص السريع رح يلحق الضرر بعض الأشخاص ورح يفيد بعض الأشخاص على الاستراد يعني فيه مثلا مناطق الأنفاق وما الأنفاق هاي رح تضرر محلاتنا فيها بشكل كبير محلات مكلف خلوات بمئات الألوف ذكرات بمئات الألوف هاي المحلات لما يصير فيها نفاق طبعا رح تضرر رح تصير جانبية رح يبطل في عندها مصفات سيارات ورح يبطل في عندها زبون يوقف بأريحية احنا مش معترضين على الباص السريع أو على نظام الباص احنا معترضين على الفترة اللي بدون يطبقوا فيها الباص السريع وإيش الضرر اللي بدون يصير على الشارع هلا احنا هم مش يظل الشارع مفتوح بأي طريقة يعني هم يحطوا حل انه ممكن يصير على اليمين وعى الشمال يعني حل شبه منطقي عرفت كيف أما ما يتسكر الشارع نهائيا ممثل وزارة الأشغال أكد خلال اجتماع نظمته غرفة تجارة الزرقاء أن مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء والبالغ طوله 19 كيلو مترا تم التخطيط له مسبقا وأن التحويلات التي سيتم فتحها لن تؤثر على حركة السير الأوتستراد كاملا لن يتم إغلاقه سيكون هناك تحويلات محاذية للأوتستراد بعرض من 6 إلى 8 متر مزودة بكل عناصر السلام المرورية منارة ليلا مراقبة وستكون تحت مراقبة أيضا مديرية سير الزرقاء ولن يكون إغلاق كامل كلفة هذا المشروع تبلغ 140 مليون دينار وهو مقسم على أربعة مراحل تبلغ كلفة كل منها 33 مليون دينار وذلك لربط مدينة الزرقاء والعاصمة عمام بوسيلة نقل سريعة تنقل أكثر من 70 ألف مواطن ب53 حافلة تستغرق فيها الرحلة 24 دقيقة محمد أبو علوان رؤية تشارك شركة دهانات ناشونال في أعمال المعرض الدولي الثالث عشر للبناء والإنشاءات تحت شعار الأردن والعراق شراكة وبناء بتنظيم من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وذلك انطلاقا من دور الشركة في التعاون والانفتاح على السوق العراقي متمسكة بالإرث التعاوني للشركة في العراق منذ أكثر من 15 عاما وتعمل أشركة على توسيع قاعدة الاستثمار في العراق من خلال إنشاء مصنع يعمل بشكل دؤوب على خدمة السوق العراقي بشكل أسرع وتأسيس فرق من مبيعات وتوفير اللوجستيات اللازمة ويهدف المعرض الذي رأى اتتاحه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومحاولة ربط هذه الشراكات لتعزيز دور الاقتصاد الأردني ووضعه على خارطة العالم الاقتصادية سجل النظام الكهربائي أقصى حمل النهاري للصيف الحالي يوم أمس حيث بلغ 2970 ميجاواط فيما تراوحت الأحمال اليوم عند نفس المعدلات وبحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية فإن الموجة الحارة التي تشهدها المملكة رفعت الأحمال الكهربائية الصيفية التي عادة تبلغ ذروتها خلال الفترة من منتصف شهر تموز إلى منتصف آب من كل عام وسط توقعات أن تتراوح الأحمال للصيف الحالي بين 3000 إلى 3150 ميجاواط بالاعتماد على شدة درجات الحرارة من جهة ومدة الموجة الحارة من جهة أخرى التزاما من الحكومة بتطبيق الخطة الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافة أقيم اللقاء الأول بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ونقش الاجتماع قضايا حصول المجتمع المدني على التمويل الأجنبي بالشراكة مع القطاع العام لتنفيذ مشاريعها وتهدف مبادرة شراكة الحكومات الشفافة إلى ضمان التزامات ملموسة من الحكومة لتعزيز الشفافية وتمكن المواطنين ومحاربة الفساد لتعزيز الحكم الرشيد في إطار روح التعاون بين أصحاب المصلحة الهدف الأساسي هو تحقيق الهدف من خطة الحكومة الشفافة اللي هو التشاور مع المجتمع المدني وخلق حقار دائم مع المجتمع المدني من ضمن أنشطة هذا اللقاء هو الخروج بأفضل الممارسات التي يمكن أن تقوم بتقديمها الحكومة للمجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بطلبات الحصول على التمويل الأجنبي إيجاد استراتيجية مشتركة بين الجهات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص أولويتين الأولوية الأولى تختص بالأولويات الوطنية للعمل عليها مثل قطاع التنمية قطاع الاقتصاد قطاع السياسي اشتركوا في القناة